تعد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أحد ركائز التنمية الوطنية في المملكة انطلاقا من حرصها لدعم كوادرها التقنية باستخدام انترنت الأشياء في عمليات الإدارة والمتابعة لجميع مشاريعها الهامة والحيوية وللحصول على بيئة عمل آمنة بأحدث تقنية الذكاء الاصطناعي وتعلم الأهل والذي يمكنها من مراقبة حالة المواقع وسلامتها وفي حالة اكتشاف أي خطر مثل الحرائق أو تسرب المياه أو مخالفة قواعد السلامة في عدم ارتداء أدوات الأمان أو أي تواجد للأفراد والمركبات في الأماكن غير المصرح بها أو وجود أجسام غريبة في المركبات قبل دخولها للموقع حينها يقوم نظام بالتنبيه الفوري للفرق المختصط بشكل آلي وفعال كما يستطيع زوار المؤسسة طلب تصاريح الزيارة عبر نظام واتش ايريا وبعد موافقة الإدارة المختصة بقبولها يقوم النظام بمسح بصمة وجه الزائر حين وصوله والتحقق من شخصيته بل ويقوم نظام واتش ايريا بإدارة المواقف الذكية وإرشاد الزوار للأماكن المتاحة توفيرا للوقت بل إضافة إلى استخدام الطرق الحديثة للمباني الذكية كترشيد استهلاك الطاقة بغلق الإضاءة والمعدات في حال عدم الاحتياج إليها كما يتم استخدام أحدث أنظمة الروبوت في فحص واكتشاف مشاكل أنابيب نقل الماء والمحطات لضمان الكفاءة وتقليل الهدر وباستخدام أحدث تقنيات المسح ثلاثي الأبعاد للمواقع الهامة لتحويلها إلى تقنيات الواقع الافتراضي Virtual Reality لاستخدامها في أغراض الصيانة والتدريب بالإضافة إلى استخدام نظام كلاريان المتخصص في اكتشاف مشاكل التشغيل والنقل مثل تسرب الأنابيب وأعطال المحطات حيث يقوم بتجميع البيانات وعرضها على شاشة التحكم وذلك باستخدام وحدات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد والذي يوفر الكثير من الوقت والجهد والتكلفة على المؤسسة مما يعمل على دفع عجلة التطور ومواكبة تطلعات الوطن نظم متطورة ودقة بالغة